الام الصداع. احنا دلوقتي قلنا الوهن العام يبقى فيه سوق هضم ومتصاص ودربكة في النوم وسركات ديالريزم وساعة البيولوجيا بوزة. اعدل نفسك عشان تتعد. ايبقى عن المروحة. دلوقتي بقى الصداع. معنى ان فيه صداع مزمن يعني فيه عندي سبب مزمن للصداع. جيوب انفية. جيوب الانفية بتعمل صداع. ضعف نظر بيعمل صداع. عملت بحلق وانت شايف. عندي سنان بتوجعني. عامل اصداع. عندي الضغط عالي الضغط واطي. عامل الصداع. مش كل مرة. هيبقى الضغط عالي. يعني ان ضغط واطي عامل صداع. واحد ضغط ستسين على ستين. لان فيه واحد بياخد دوات ضغط اول ما جي له صداع ياخد دوات ضغط. وهو ضغط واطي. ياخد دوات ضغط العالي. وهو اصلا دوات واطي فينام خالص. زي واحدة كده بتقوم منهم تنام تاني. بتاخد دوات ضغط. فهددها. عمل لها مدان ودوخة. علاجها انها تبطل دوات ضغط بس. عندها مدان ودوخة. واصداع باستمرار. نقول اسباب الصداع ت واحد. من فوق. ممكن يكون عند ضعف نظر. اتنين. عنده مشكلة في الجيوب الانفاي. او بيرخ نظر كتير. ممكن واحد بيبص في المحمول كتير. هيجي له صداع مزمن. وانا قلت ان اللي بيبص في المحمول كتير او في تلفزيون كتير او كمبيوتر. دوان. هيبدأ بي زغلالة في العين وضعف نظر. صداع. ها? اللي بيبص في المحمول كتير. ممكن يجي له صرع بقر صراعية. ممكن في الاخر يجي له زهايمر وتشتت خالص وعمى. انا جاء للعيادة والله العظيم شباب اصيبه بالعمى. مش عايز اقول في تلتة كلية. شباب جاء للعيادة والله العظيم في تلتة كلية. اصيب بالعمى من كتر القعدة قدام المحمول كمبيوتر. وشباب جاء العيادة اصيب بالصرع. بقى عنده بقر صراعية. بنسبب كترة القعدة على المحمول كمبيوتر. مهم الكلام ده يا جماعة ولا مش مهم? مهم والله العظيم. فانت من كتر ما انت قاعد مسك المحمول للنهار. يا اما يجي لك عمى. يا اما يجي لك صرع. يا اما يجي لك زهايمر في الاخر والعصاب كلها تضرب في بعض فمن فضلك ارحم نفسك من فضلك ارحم نفسك انت ليك ساعة ساعتين في اليوم انما ليل نهار ماسك المحمول انت هتتجنن والاخر هتقضي عمرك في المستشفى وبعد كده لما تفقد النظر ابقى قابلني بقى هتبص على المحمول فين يا ربنا اداني نعمة بلاش تضيع النعمة دي اخر فالصداع ممكن يكون بسبب ضعف نظر ممكن يكون الصداع بسبب طول النظر في المحمول ممكن الصداع يكون بسبب جيب الانفايا المزمنة اللي هو مش عارف يتعالجها الصداع ممكن يكون بسبب الضغط عالي اوواطي لو سمحت ايس الضغط وسجل عليا كل يوم ممكن الصداع يكون بسبب السكر عالي اواطي بيعام الصداع في صداع جوع مثلا في صداع بيسموه صداع الخوف يعني صداع خوف يعني في وقت اول ما بيفتكر الموضوع معاين بيصدع زي واحدة كده مثلا يعني جوزها بيضربها بس ملار اول ما بتفتكر معادر وجوعه بتصدع خلاص والعكس في واحد يعني زوجته بتدربه باستمرار فأول ما بيفتك ان هو راجع البيت بيصدع فان انا عايز اقوله انه ايه سبب الصداع سبب الصداع يعني ضغط عالي ضغط واضي السكر عالي السكر الانيميا بتعمل الصداع يعني الانيميا ناص الدم واحد ما فيش دم طالع للدماج اصلا ما عندوش دم يعني فيه عندنا مشكلة كبيرة في مرضى الكولة ان بيبقى عنده انيميا يعني ناص كرات الدم وناص يموجلوبين وعنده ضغط عالي انا بقول كلمة مهمة جدا شكرا للضغط المرتفع في مريض الانيميا شوف الكلام الكبير ده فهو ضغطه 160 عالمية ايه يعني هو ما عندوش دم اصلا فربنا رفع له الضغط شوية عشان يعوض النقص لكن هو ما عندوش دم وتنزله الضغط يبقى لعنده ضغط ولعنده دم ده يمشي ازاي ده يمشي ازاي فمهم جدا جدا انا كتبقى عارف ان اسباب الصداع كثيرة جدا حتى الامساك الامساك بعمل صداع قاتل علاج الصداع بعلاج السبب عندي اناميا بعلاج الانيميا عندي جيب انام فيها عندي ضغط في نظر اوه عندي بتاع العيون افسر ده الدور عندي ضغط مرتفع ونخفض كل يوم ايه صدغط وسجل القراءة فيش حاجة اسمها ده وضغط مدى الحياة اوعا اخد ده وضغط من غير اياس اوعا انا بحذر الناس كلها ان شاء الله يكون بياخد ده وضغط بقى الواربعين سنة اوعا اخد ده وضغط من غير اياس كل يوم تكتب كده اليوم التاريخ ياس الضغط اليوم التاريخ ياس الضغط وتوريه للدكتور بتاعك اوعا اخد ده وضغط من غير قياس وده والسكر اوعا تاخد انسولين من غير قياس انا بتقول لكم قبل كده بقياس السكر صايم كل يوم اكتر من مئتين باخد واحدتين انسولين 800 300 تلتة وحدات طويل المفعول مرة واحدة الصبر committee لو خدت ده والسكر او الانسولين من غير ما تئيس هتضيع نفسك يعني زي واحد يقولك كده كل ما باخد الانسولين اترعش وعرق هو اصلا سكره تسعين ياخد الانسولين يترعش وعرق في الارض بسكره تلاتين حرام عليك يقولك انا باخد الانسولين بقالي تلاتين سنة شاء الله تكون بتاخده بقالك خمسين سنة ارجوك إيس السكر صايم الصبح لو السكر الصايم اقل من متين اوعى اتقرب من الانسولين اقولها تاني من فضلك بلغوا الرسالة دي للناس الناس بتموت الناس بتموت من الانسولين فيش حاجة اسمها انا باخد الانسولين بقالي تلاتين سنة من فضلك تئيس السكر صايم الصبح صايم لو اقل من متين اوعى اتقرب من الانسولين هو الصايم بس واحنا قلنا يعني اهم حاجة في السكر صايم وقلنا السكر اللي بعد الاكل زي الشتيمة في الخناه ما بيتحسبش ليه لان حضرتك على قد ما هتاكل على قد ما السكر ترفع لو الصلطة بتاعتك كتيرة والحلويات قليلة السكر مظبوط لانه مظبوط من الامتصاص من القناة الهضمية انما تعتمد بقى لان اكل حلويات وشوكولاتات ومصصات وبعدين خد الانسولين ما بطله دي خلاص بس بيه ده كترة لسه ما وصلت لهاش يعني احنا نزلنا منظمة الصحة العالمية من نزلنا جدول اللي هو تفصيل جرعة الانسولين بالوحدة كل 40 ميلي جرام من السكر قدامه واحدة انسولين والله العظيم نزلنا من منظمة الصحة العالمية ازاي تفصل جرعة الانسولين للمرضى فيه ده كترة لسه ما وصلت لهاش ده بقى يقولك معايا ايبادرة ومعايا انسولين طويل مفعول وقصير المفعول وطويل المفعول وتدي شرطتين وتدي الانسولين عايش على الوهم بتاع زمان بطلنا ده خلاص لكن هو لسه ما وصلتوش ويفرض ده على الطلبة في الكلية هو تعلم كده طب والله العظيم ونظمة الصحة العالمية نزلنا كلام جديد لا هو مش معطلب بالجرام الجديد فيه حاجة اسمها العين يعني انا عندي عين يمين وعين شمال من المستحب ان ما يكونش الديفرنس بده لهم كبير يعني يعني انا ممكن ادي لك حاجة لعينك اليمين تجيب نظر ستة على تسعة وعينك الشمال تجيب نظر ستة على ستاشر لان مش هخلي واحدة ستة على ستة والتانية ضائعة لان اختلاف النظر الكبير يبوز العين يبوز يعمل الضعم والمخ عادة بياخد النظر من الاقوى بس يعني الاقوى بس يعني لو عين الشمال قوية المخ بياخد من عين الشمال ويهمل اليمين. لو عين اليمين هيا القوية بياخد من اليمين ويهمل الشمال. فامت دي؟ زي منخيرين. لو واحدة مازدودة والتانية. لا. خلاص الشم بيتمى عن طريق واحدة. زي وداني لو ويدني سليمة والتانية لا. جسم بياخد من السليمة. فامت دي اي حاجة؟ يبقى ما ينفعش يبقى الديفرنس. وبعدين زي ما قتلكه زمان. اللي بيبوز الاعضاء. بوز العين. بوز السنان بوز المناخير بوز المفاصل في السكر الديفرنس يعني يعني عالي قوي ووطي قوي يعني واحد سكر ربعمائة خمسمية وبعدين صايم بستين لا الدنيا تتباه بعين تبوز سنان تبوز ما تخليش الديفرنس أو الفرق بتاع السكر أعلى من مية صايم ما يقلش عن مية أبدا وفاطر ما يزيدش عن ميتين زبط ده كده وتحط التهاب الأزم بيعمل صداع رهيب وممكن يعمل مع الصداع دوار ودوخة وبعدين أنا دايما نقول التهاب الأزم مرتبط بالتهاب المناخير عنده جيوب أمفاية مزمنة التهاب من جوة دخل على ستاكس جيوب بوز الود خلاص فيبقى إذا أنا دايما نقول إن فيه عشرين تلاتين سبب للصداع من فضلك قول لي إيه اللي بيوجعك عينك ولا مناخيرك ولا ودنك ولا سنانك ولا هو الضغط ولا هي الأنيميا ولا الإمساك ولا عندك حاجة في المفاصل ولا فيه مشكلة في الحوض ولا أنت عندك مشكلة نفسية ولا عنده مشكلة نفسية عنده صداع قبل ما حلله التحاليل أعود معاه الأول أخد هستري اللي عنده الصداع ده نتكلم معاه الأول إيه اللي بيوجعك؟ الصداع ده بيجيلك إمتى؟ بيزيد إمتى؟ بيقل إمتى؟ إيه اللي بيزوده؟ إيه اللي بيقلله؟ يعني أنا أنا أقول ما أروح لك كده أقول لك عندي صداع تقول لك عندي صداع ورم في المخ ده عايز إجاكتاء الفوميتينج وعنده مشكلة يعني مصيبة يعني وعنيه بتبزل قدام يعني عشان أقول إن عنده ورم في المخ عمله صداع ده في الآخر فيه ده كادرة بيجيب من الآخر عمل لي سيتي على المخ من الآخر فمهم جدا أنا أستبعد الأول لأسباب اللي إيه البسيطة ممكن عنده أنيميا هموجلوبينه سبعة تمانية محتاج نقل دم إنقل له كسين تلاتة دم تعادل بس شوف بقى إيه السبب اللي جواهر عنده نزيف عنده ديدان ما ممكن الصداع يكون كده نزيف ديدان سوق هضم ما بينامشي كويس خايف في استمرار شوف إيه سبب الصداع فلازم الصداع تقعد مع الدكتور وتتكلم ممكن بيشتغل شغله بالشمس دايما نجي له صداع شمس باستمرار يعني دايما تحلل المريض وتقوله إيه اللي عمل له الألم ده